أسمو أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للخير العميم أسراب الغيوم جمالا أسراب الغيوم جمالا إبراهيم حدث ستة فلمية صح؟ كم باقي من هامش الرح؟ حسنا نحن وقلنا هامش الرح مية في المئة؟ نعم أخذ كان؟ أخذ ستة فلمية أخذ ستة فلمية أخذ ستة فلمية np. 94 أحفة أحفة محمد أخذ ستة فلمية كم باقي من هامش الرح؟ فلمية 94 تحاول الحرام هل تحاول الحرام؟ تحاول نبعدها تحققه أو لا تحققه؟ 94 هل محمد علاقة بها؟ لا إبراهيم هل علاقة من 94 إذا الشركة ترميها لا يوجد علاقة فهد سيأخذ 9% على 100 سيأخذ مكافأة أخرى من الشركة التي فارغت النسبة بينه وبين إبراهيم 9-6 سيأخذها فهد من 2 كم سيبقى للشركة؟ 1-6 هل مصحق محمد؟ 20 سيأخذ من هنا 9-6 سيأخذها من 4-9 كم سيبقى للشركة؟ إبراهيم أخذ حقه محمد أخذ حقه فهد أخذ مكافأته تسعة في المئة على نسبته وخذ ثلاثة في المئة ثلاثة في المئة من 2؟ من أرباح الشركة ومزارة الشركة الربحانة الشركة الربحانة 91% وهنا الشركة الربحانة لا يوجد أي محدة وهذا فهد إذا قابلت 2 فقط إذا أخذنا فهد بقدرة لحقه في ذلك أنت تقول أنا سأتخلم عن قدرتي قدرة الثالية التي أشبهها في مدداتي أقول شخص يريد أن يذهب إلى الرياض ومعه طيارة خاصة كيف سيصل؟ سرعة سيصل بسرعة من سرعة أو لا؟ نحن في ديكسين كل شخص يوجد قدرة حسنًا لديه موتر سيكل يريد الرياضة هدف الرياضة النهائي سيصل أو لا سيصل سيصل كل سرعاته تختلف حسنًا لديه موتر ولا سيكل لكن سيذهب سيصل الرياضة أو لا سيصل هدف الرياضة سيصل هدف الرياضة إذن من يستمر في أي شيء سيصل الاستمرار مهم أنا أتكلم عن الاستمرار من يستمر سيصل عندك قدرات كبيرة وعندك علاقات سيصل هناك شخص يصلوا بسرعة لماذا يصلوا بسرعة؟ لديه قدرات وعنده علاقات وإدارة وعنده علاقات كل شخص عنده قدرات لديه قدرات معينة لا يمكن أن تطورها لا يمكن أن تكون لديه طائرة في المستقبل لا يمكن أن تكون لديه طائرة إذا تعلمت إدارة مشروعات مشاهدة طيب الآن فهد بقدرته لوحده وقدرة قابة اثنين نشوف قدرة ثالثة إذا فهد كانت تسعة أشخاص ينسل الشهر إذا كانت تسعة أشخاص كم سيكون رصيده هنا؟ هو عمل مئة نقطة وكل واحد عمل سكلهم مباشرة نتكلم عن مباشرة ألف نقطة كم هيرتفك؟ ألف نقطة ألف نقطة كل واحد من التسعة الأشخاص هم فهد كم هيسترين؟ كل واحد من التسعة الأشخاص كم هيربح الشركة؟ أربعة تسعين في المئة الآن فهد سيأخذ اثنى عشر في المئة معنا تسعة أشخاص كل واحد أخذ ستة في المئة كل واحد ربح الشركة أربعة تسعين في المئة كم فارق النسبة من كل واحد؟ ستة في المئة ستة في المئة تسع مرات كم هيبقى الشركة من كل واحد؟ ثمانية ثمانية إذا إحنا أو الأعضاء بيأخذوا من أرباح الشركة مش من أرباح الأشخاص ولا مجهودة للأشخاص كل واحد أخذ مجهودة بهذا الشركة الآن سيأخذ ١٢٪ في المئة لأن بعض الناس يقول لك ما شاء الله عليه واستلم خمشمائة ريال واحد يستلم شبعة ريال هذا يعمل لك كل واحد يأخذ هذا الشركة هذا تسعة أشخاص لكي نرى قوة الخطوط المباشرة أنا أريكم الآن قوة الخطوط المباشرة والقوة الخمسة الأجيرة أنا أتعلم أكيد فالخطوط المباشرة قوية جدا الآن لو قاب بس ١٩ أصر إذا قاب بس ١٩ أصر إذا قاب بس ١٩ شخص ألفين كم حتى ترتفعين سلوتهم؟ ١١٥ كل واحد من ١٩ سيستلم ٦٪ في المئة والواحد من ١٩ سيربح شركة ١٩ الآن كم الفارق بينهم كل واحد؟ ١١١ فهد سيستلم ١٩ سيستلم ١٩ سيستلم ١٩ كل واحد من الاشخاص سيستلم ٦ كل واحد من الاشخاص سيستلم ١٩ و سيأخذ الفارق أعلى منهم ١٩ من ١٩ من ١٩ كل واحد إذا ١٥٨ هذه مكررة ١٩ مرات و ٦٩ ستوزع ١٩ مرات وهو سيستلم ٩٩ ٩٩ ٩٩ ١٩ ١٩ فوق حقه ١٩ الفلوس اللي اشترافها منتقات ١٥ ١٥ يعني منتقاتك من أول شهر مكانا تحصل في سوبرماتك ها؟ قمت منتقاتك الصباح؟ يعني بداية الشهر رح تشتريت منتقاتك تكلم زباين يقول السوبر ماركت إن هذا الشهر أخذ فلوسة الكامل افتح فمك مرتين يشرب الطهوة تكلم عنها ها؟ 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 طيب اتقى ٤٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ٤٤ ٤ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ أربعة أربعة و سبينة أربعة أربعة و سبينة في المئة على طول وكيل نجم من أول شهر وهذه معظم الناس يسألون لماذا في اليمن أصبح الوكلام في شهر في شهر علمتنا الطريق المباشرة قوة المباشرة القائد لأنه لما تشرح الفكرة هذه كل الناس يمتع كلهم وإذا استغلوا خمسين في المئة في البحر وإذا استغلوا سبعين في المئة وإذا استغلوا ستين في المئة وعشرين في المئة في المئة سيصل إلى الفكرة المشروعة ولكن يعمل على هذا ويعلم البعض نفس الفكرة يجب أن المشروع يصل بشكل كامل للشخص المستقبل لا تعطيه جزء علموا المشوار من البداية إلى السفير لكي تنجح لا تأتيه لكي تنجح علموا المشروع كيف تنجح المشروع لكي تنجح هذا هو مدير فرع من فروعك يجب أن يتعلم كل التفاصيل لا تدخل الدكاة لا أعرف لكي تنجح لا تنجح لكي تنجح المشروع لكي تنجح لكي تنجح المشروع لكي تنجح المشروع لا تنتظه حتى المعقات الاتفاد نكشل من أخطأنا السابقة التنجح لأعمال مستمع تعالوا ونستلم 10 آره في دولار ونستلم 10 آره في دولار ونصلنا إلى المرحلة بعده لذا يجب عليهم ماذا سيواريه بقولوا بإنهاية النفق نشاء الله ستجدون حديقة وقنة والنفق مظلم هناك رونات وراء كل لفة أسد نهاية النفق إن شاء الله فتحصل جنة طيب داخل النفق عشفين بلا مظلم الدنيا في حين شان في مطبات في قطاع طرق كيف تجاوزهم لنهاية النفق لكن بعض المساكدة بيقودوا داخل النفق همشي يدخل داخل النفق لأنهم يدخلوا فلوس من الشركة لكن داخل النفق لا تستنين ستة ريال طيب بعد الدفق انت رميت الرجال التهلكة علموا الطريق لكي يصلوا للنور جيد نسخة تبقى الأصل منناك كون دور الخير ما دم هذه الشركة تغير حياتك تغير حيات الناس إذا تغيرت حياتك تغير حياتك طيب اذا تغيرت حياتك لما تصل إلى مرحلة المتعة مع ديكسين خاصة في الخطة التسويقية ستستمتع وتمشي طبيعا حتى لو تجينا خلص مئات ريال ألف ريال لأنك تعرف من فين جاية تعرف من فين جاية فإذا على قدر جهدي سأعمل تغير حقيقة لا لا أنا قدر جهدي أنا أعرف حتى الرغيات الأف أنا أجتب أقصح صفحت الكتار ليد أن أجتب أنا لم تغير تغير إذا تكون راضي حتى على ما تستطيع مسألة هكذا التي تبين بشغلة التي تبين التي تتكلم على أناس تمام حيث نهاية قدروا أنا 40 عمورته ستتفاعل 25% ستستلم 25% على حق المياه فهد و ستستلم فارقة النسبة بينه وبين اللي تحته كم الفارقة الآن؟ 19% 19% 44 مرة كم سنقل الشركة الآن من كل واحد؟ شكو الشركة مزابط رب حامر خلص خطأتك 6% خطأتك فهد 19% كم البعض منها من كل واحد؟ منها مش هام شرف خمسة سبعين خمسة سبعين خمسة سبعين خمسة عشان الماس يعرفوا باس احنا من فن استلم الواحد سبعين في المياه فهد هايبا منها كما يكون بونسر على الاقل لو اعملنا على القهوة باس هيكون بونسر بلوث ثمية خونسة عشر دولار حقول لكم مثل القهوة كما يستمعها هاينا عشر لنفتبع انه اخذ قهوة قهوة عشر نقاط مية رقب بعشرة دولار مية دولار خلاص؟ نشوف الان علشان نعمل قتال السؤال مهم تحية كبيرة تحاصيل هاي طبعا انا من شرح الخطة التسلطية بعملتها خدوا ايو امام شغلوا الحسابة علشان عندنا انا اتكلم عن اليمان علشان تكون سهلة عليها علشان تكون سهلة عليها هتكلم عن اليمان بطولة خدوا الورقة والقلم مهمة جدا الناس اصحاب الحسابات خدوا مهمات وشغلوا الحسابة المتقدمة ماذا هذا؟ الحسابة المتقدمة كيف حسابة؟ موجود هذا؟ طلب التلفون كذا؟ طلب التلفون كذا ومشتغل الآن هنأخذ المثال هذا هنا في الجنب هذا هنأخذ هذا المثال هنا اذا فهد أخذ قهوة مية نقطة كم سعرها قمنا؟ مية دولار صح؟ الآن قهوة هي اثنين فاصل كم؟ أربعة الباكة الواحد في عشرة كم سعر معها؟ أليس في أربعة فاصل واحد أليس في أربعة فاصل واحد أربعة فاصل واحد في كم؟ في عشرة في ستة في المية حيطلع ثلين دولار فاصل ستة ستة أربعة اثنين؟ إذا هو دفع مية دولار كم سيسترم نهاية الشهر؟ إذا هو بواحده؟ اثنين فاصل ستة أربعة فابلنا نفترض انه قاب اثنين معه وهم برطوا اشتروا قهوة اوكي؟ نشوف الآن ما؟ قاب اثنين اشتروا قهوة أيوا سنكري سنكري برطوا الآن كم سترم هو؟ هذي المبالغ اللي بيسترم اثنين دولار فاصل؟ ستة أربعة هو كم دفعنا؟ مئة دولار هذا أول شهر إذا ما قاب شيئ حال سيسترم ثلين دولار فاصل ستة أربعين طيب لو قاب ثنين اشخاص لو قاب ثنين اشخاص اثنين اشخاص أصبح ثلاثمية صح؟ ثلاثمية نقطة إذا هو حيسترم الآن تسعة في المية على حق المية تسعة في المية في واحد وربعين واحد وربعين واحد وربعين واحد وربعين استرم ثلاثة تسعة ستة طيب هيسترمه الآن ثلاثة فاصل تسعة ستين وستين شوفوا كالكاميرا لانه عمولته تسعة في المئة الاستنم على حقه المئة ثلاثة دورة فاستنم ايش بيستنم كمان قولنا فارغ النسبة بينه وبين اللي تحتو كامل اللي تحتو ثلين صح اضرم ثلاثة في اربعة فاصل واحد في اثنين ثلاثة في اثنين اي ثلاثة في اثنين ثلاثة في اثنين اي كان الشهر فيستنام Wolos سنتة واربعين سح اي انه ويستنم الفارق اللي بينه وبين الي تحتو هو دسعة في المئة اي انه 37 سعيد ايضا ثلاثة في المئة في واحد واربعين دولار دولار ممتعد الوار الوار ودولار وثلاثة وعشرين إذن المقموعة الشهر ter this كم حيستنا كيف يجد دولار ثلاثة واحد وربعين ثلاثة في المية ثلاثة في المية في فاصل ثلاثة فاصل Epi فارض في ثلاثة في واحد ثلاثة وعشرين هي النصف 2.6% 6% الآن نصحتها لكن قسمناها على 2 إذن المبلغ كامل 8.8% لا 5 2 هذا هو الوحد هذا الحال 3.6% 3.8% 6.9% 6.6% 6.15% 6.15% 5.15% هذا لو قاب 2 أشخاص طيب لو قاب 9 أشخاص قلنا كم حيثوا رسيدهم؟ 12% صح؟ هذا إذا قاب 2 أشخاص أخذوا قهوة فوق الحالة وهنا فوق الحالة طيب لو قاب 9 أشخاص رسيدهم كم حيثوا؟ أضرب لي 4 أشخاص أضرب لي 4 أشخاص أنا أضرب لي 4 أشخاص أنا أضرب لي 4 أشخاص إذن 4 أشخاص إذن 4 أشخاص 25 في الميام في 41 يب 10.25 الآن هو وكينك وقسوا عليها بقية الدرجة 10.25 10.25 طيب فارق النسبة كم منها؟ 10.25 تضربها في 41 41 7.79 تضربها في 4 أشخاص 7.79 3.42 مثل الحق 350 دولار 350 42 6 مثل 10 300 3 أكسبت 30 40 30 30 40 40 30 40 40 40 40 30 40 40 40 40 40 40 30 40 350 350 350 350 وعمل معه بعدين على كل المنسي طبعاً هذه فقط هذا أعلى شيء طبعاً شوف شوف علشان يفهم ما أسمع ركز معه خلاص وصلا ولا حشرحها لكي بابتاني وفاردها وربعاً نحن الآن فارغ نحن الآن فارغ 25% ونحن 6% أنا حفظ كمال فارغ 19% من كل واحد نعترض أنها فارغ نحن الآن عرفت الآن تحية علشان تستمتع بالعمل معدي لماذا سافرت الإمارات؟ أخذتك جور الله يساعد ماذا هو؟ لماذا سافرت الرياض والمدينة؟ لماذا سافرت الرياض والمدينة؟ العطاء علشان نعتق ناس كمان أنا أقول واحد بحجيزة الله يحفظ عمل لفريقي أنا أفتغل أنا أفتغل خلصت فترة إخارتي عليدتكم في جهة أنا أفتغل في جهة أفتغل في جهة من دحين أقول لك الله أعضلك شكرا يا جيد بس ما كنا كيفي في البراد أفتغل في البراد أفتغل حتى على البحر حتى على المدينة أفتغل في طالما سفر بحوجيا ويستقبت بالرياض من دعوة سلام العلاق كيف حالك؟ أنا أفتغل في البدين؟ أفتغل في البدين؟ لا 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 مكة مكة مين هو؟ الشيخ أبقى حمزة أخوية أبقى حمزة محمد العبسي ماذا؟ 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 حب يبقى المدارة محمد جاء مثلاً شخصين والشخصين دولة قابلة وشخص أنا أعرف السؤال سنرى سنرى أنا دائماً أقول بكل الدخول اللي بيحضروا خلوا الأسئلة للنهاية إذا ما قاوبت على كل الأسئلة اللي براسك بعدين سنروا لأنه نفس الأسئلة اللي براسك كانت فراسي أول ما قلت هناك من فينا حصل عرمال لذلك الحمد لله وفضل الله علي إنه من كتر أقوف أمام الناس من كتر الأسئلة اللي براسك أصبحت قاوب في المحاضرة للنهاية على كل الأسئلة إذا نسيت سؤال نسيت سؤال نسيت سؤال هذا الأربعة واربعين شخص حسنا عرفنا الآن من فين يأتي المال لأنه ما أعرف من فين يأتي المال لأنه ما أعرف من فين يأتي المال تنفصل تخرج أنا لا أعرف من أحد وراء بعد الأربعة واربعين شخص كم نسمة الشركة؟ من المئة نسيت سؤال نسيت سؤال نسيت سؤال مئة نسيت سؤال وراء نسيت سؤال نسيت سؤال المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للرحمن أنا عمرت فهد متاب من اللقابة عبد الرحمن نشوف الآن نفس الشخص فهد مع قائده اللقابة اللي هو عبد الرحمن في نفس الشخص عبد الرحمن كم حيث السؤال اللي سألت أنت الآن نشوف فهد هو فهد نفسه نشوفه طريقة ثانية فهد الآن جابه من عبد الرحمن دعاه عبد الرحمن عشان تعرف ايش اللي ستربحه من تحت عبد الرحمن هنا جاء فهد في نفس الشهر اوكي نحن نشوف الآن فهد ركزوا على فهد الآن بس بركز على السبونسور اللي قابه على شان نعرف ايش اللقابة هذا عبد الرحمن لنبترض ان عبد الرحمن سجل في نفس الشهر وسجل فهد في نفس الشهر أنا كم حيث يكون رصيده مئتين صح مئتين عبد الرحمن كم أنا فهد كم ستة في نفس الشهر فهد اللي اشترى موش عبد الرحمن نشوف الآن فهد فهد كبير أربع واربعين شخص أربع ألف خمسمية أربع ألف وخمسمية الآن صح؟ الآن أصبح وكين نقم ماذا؟ نعم مؤهد 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 مман اللي اشتغل فهد ماذا يستفيد عبد الرحمن؟ فهد الان كم سيستلم الان؟ 25% على حق والمية سيستلم فارق النسبة بحدود 350 دولار عبد الرحمن ماذا سيستفيد؟ عبد الرحمن الان 4400 حطته على فهد إذا اخا تطلع عبد الرحمن فهد قريبا فهد فهد ف Pavحن الله يكون لقيمة و ليس رأيك بحق فهد قريبا سيقل عبد الرحمن فهده حتى مية فهد 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 وياً فهد قيمة فهد قيمة نقاط لا نقاط هنا نقاط نقاط عبد الرحمن الان وصل البكين نجم غير مؤهل عموله تقام وكي نجم سيستلم 21% على المياه هذا الشيء فقط مكافأة من الشركة نقاط رفعت نسبته إلى 21% سيستلم على حقه المياه 6% سيستلم 21% سيستلم على حدود 9 دولار لكن فهد سيستلم كم؟ 352 دولار ما عملك لك؟ ليس لقابك لقابك مع أهد وكان فيه نفس البضاعة ونفس المنطقة ونفس القودة ونفس السعب لكن لا تقابل زبائن فهد لكن فهد كم تقابل زبائن أرباحك ليس لأشخاص طيب أن الواحد يستفيد من الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث انت تستفيد مكافأات من الشركة ليس من قهد الأداء هذا يسمى علاوة أداء الفارق اللي استلموا فهد طيب استلم إيش؟ تستلم مكافأات علاوة تطوير لا يمكن يا عبد الرحمن يحق لك أن تأخذ من مجموعة مبيعات فهد في حالة واحدة من أرباح الشركة من الفائض من المجموعة وكما يحق لك إذا أتأهلت يا عبد الرحمن كيف أتأهل؟ إما تحقق 300 نقطات تزيد فوقهم 200 نقطات تحت إثمات رقم حسابك أو تقوم بثنين أشخاص بدود يقمن في نفس الشهر انتبه في نفس الشهر إذا قدت بثنين بدود الآن مثلا قدت علي وحسن مثلا سكرتهم تحتك كم سيكون رصيدك؟ يكمل المئة حقك؟ لأن هذا انقصر عنك الآن ستتحول إلى وكيم نجم مؤهل تحت منك وكيم نجم مؤهل سترتفع عمورتك إلى كم؟ ستستلم 27% على إيش؟ على المئة ستستلم فارق من نسبة لبينك هذا كمال جديد؟ وهذا كمال جديد؟ 6% كم الفارق؟ 21% من هنا 21% من هنا كم الفارق؟ هو 25% ستستلم هذه وستستلم الآن من مجموع مبيعات عبد فهد النجمية من المجموع كامل ستستلم 5% لكن أيضا هذا ستستلم الآن بعد مصفت حساباتها الشركة نحن قلنا كم دفعت الآن؟ 25% 25% وكما أعطت لفاهد؟ 25% كم باقي لها؟ 75% مجموعة تعتبر حاجة 8 جمية 100% يرجعوها مرة ثانية للحسابات 100% كم باقي لها؟ 25% مازالة ربحان مفتلع كده تستمتع كده تستمتع يا حمي كل واحد يعمي الشركة الوحدة كل واحد يعمي الشركة الوحدة يا عم مخاص شركة الوحدة شركة الوحدة كده علشان تعرف قوة شركتك إنها مش ممكن في يوم من الأيام تقفل إنها تخسر إن بعض الناس يقول لها شركة بتخسر كده إذا بتعطيه أستاذ مكان وهذا مكان وهذا مكان وتعطيه عشر ألف وأخت مئة ألف ومش عارفين خمسين ألف دولار شركة كده بتفلس لا متفلس لأن شغال في هامش هامش ربط ولسه ربحانك عرفت الان؟ إذا راهضوا كمان الآن عبد الرحمن الآن ستستلم 27% على حقك المئة ستستلم فارق من نسبة 21 و21 ستستلم فارق من نسبة 2% بينك ومن فهد ستستلم من المجموع 5% بس رغم ذلك ما بيتقاوز شيكك المئة دولار وفهد ستستلم 350 حسنا حسبها حسبها بالسلط نواتج دولار في هام؟ شغال فهد لو أكثر منك مبيعات هذه فقط مكافأة من الشركة إذا رك انت مش هتستلم أقل من مئة دولار بشوية لكن فهد هتستلم مئة دولار وكسبه أكثر شغل هذه تسمى على التطوير الخمسين ألف ضيق تقرير اشكالية عن كثير من الأعضاء هم تكون كثير من الأعضاء وهو مفضلات العضو جاء وعضو العضو هذي اشتغل أكثر منهم فوثت أرباح وأكبر كثير ما سويت شرحت ما هي بلس توعب أبدا لا نسرح ببساطة هذي معقلة حتى هذي على فكرة أنا بلغيها لأ بعد شوية ستشوف أنه أنا أقول لكم هذي كله روضي هجيب لك الاتفاصل تبا هذي ما فيه روضي طبع هذي 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 دعي المشكلة المشكلة أنا من الخائد أفهم أنك هتشتغل وأنا حكسب وأنا حكسب وأنا ما هو هذا القلب فلما هو الخائد العظمي اللي عمزين في الضدي اشتغل أكثر فحصن على الداخل الأكبر ما بيسعب ليه ما أنا أخذ ما هي مسألة تسويق مباشر وليكسن يعني داخل شرمي يعني قدير بالثقة هقول لك هقول لك مثال هقول لك على سبيل المثال الأستاذ حمود بيثق فيها تبقى عمياء وأنا صديقه صاحب ف الأستاذ حمود عاشق سيارات أنا بعرف أنه عاشق سيارات بيعشق السيارات الجديدة والحقات الحلوة ولا العطور الحلوة والحقات الحلوة أوك فهي يوم من الأيام أنا حصلت شخص مثلا بيبيع سيارات أو عنده سيارة حلوة بس فيها كمعيب كده بس حصل لقمة حلوة من ورا حمود يد اشتراها أوك فيها كمعيب فأنا قلت له العيدة فهو بيثق فيه عشان لا يأخذ الكمونيشن من الشخص فقلت قلت له ودي السيارة واو فقلت فعلا واو أنا عارف أنه عاشق سيارات فقلت له السيارة هذه لو أخرتان ستضرب فوق ستربح وراع مش عارفين لو بعتها الشخص الفلاني أو بعتها الشخص وعاشق سيارة فاشترى السيارة ثيقته في من؟ فيها بعد كم كيلو ضربت طلعت العيوب فقلت العسكري ما قلت لك كيف تكون الثقالة؟ انتهت الآن كيف علاقة هذه الأعضاء بقايدهم؟ بعد ذلك انتهت يعني لو قايد عيوهم أكثر من مرة انتهى الموضوع لذلك دائما أقول للناس لا تذهبوا للناس بقصد الميات هذا يذهبوا للناس بقصد تغيير حياتهم زي ما تغيروا حياتهم فتعال قل له مثلا تقلس مع أشخاص وهم يشكرون كل الناس أكيد أنت باروح تشكلم شخص أنتهى يعاني من قزم معين مثلا كيف أقول لك الشوء المشعر فيه شو الراتب انقطاع أو الرواتب أصبحت خفيفة أو إلى آخر فقلت له تعال في شوء المشعر فيه ستقال معنا ستنطلق انطلاق كبير ستستلم ألاف الدولارات ولمشعر فيه ما أعطيتهش التفاصيل لكن تعال نشوف لو قلت له بطريقة ثانية تعال نشوف الطريقة الثانية التي دائما الحمد لله نقلتها لناس وبدأوا يشتغلوا عليها مع أشخاص زيادون مثلا بيعانوا عنده مشاكل عنده ديون ويشتي دخل مالي إضافي طيب يا أخي لماذا لا تقلّب رزقك معنا؟ هناك فرق معنا بين تحتنا أبوك أبوك لو قلت له تعال سجل تحت سيقول الله سجل تحت مني تمام هناك فرق هناك فرق تعال سجل معنا لماذا لا تقلّب رزقك معنا؟ تقلّب رزقك لا تقلّب رزقك لا تدخلوا لماذا تقلّب رزقك معنا؟ معنا معنا بطريقة مختلفة ما تقول له فين؟ والله في شركة يا أخينا بدأت معنا وبدأت تقلّب رزقك فيها لا تدخلوا لماذا تقلّب رزقك معنا؟ معنا لا تقلّب رزقك لا تدخلوا لا تدخلوا بطريقة مختلفة لا تدخلوا لا تدخلوا لا تدخلوا بالتفاصيل لا تدخلوا بعمر بهدف لا تدخلوا لذلك لا تدخلوا نفس الوقت لا تدخلوا لا تدخلوا لا تدخلوا ما تدخلوا لذلك ما تدخلوا منذ المنصد مختلفة خصوصاً ما يكون فلان فلان معروف لديه كل فلان فلان يتعلنها وبتيتنوا إياه ما شاء الله منقلب رزقنا وهو نسعى ونتعلم فيها وإن شاء الله وانت ما شاء الله عليه رقوا لصاحب علاقات رقوا لصاحبين انفقهم أنا أقول لو قيت معنا يمكن توصل لمراتب علاقاتنا ودخلها معنا مننا وهذه حقيقة في أخير حسست الآن أنه قائد لنا حسست أنه موقع معك أو لا نعم موقع معك طيب الشركات هي شركة ماليزية فيها صوابين وقهوة وشاي ومعقول أسنان ومنطقة التقنية وعلى قدر ما تبيع على قدر ما تلاقي ها مني ما بيقيش معك طيب متى شوف هم بيعملوا لقاءة إن شاء الله للمتقدمين القدد كيف تدعون متقدمين القدد مشتعل سقل تحتي شون نقاط وأنا أكسب نقاط ونقاط مقاط خاصة مقراسة وبنزارة نعبة أمن فيها ناصر لكن إن شاء الله بنشوف متى حتى لو فيه دقاء يوم الثاني مع الشيح الحمود والشيح الحامد فيه دقاء يوم الثاني لا تقولوا شديك الساعة لا تقولوا ش فيه دقاء مخرى بيقول هذا قائد مستعد هم لا قلنوا إن شاء الله بشوف إذا في دقاءات معهم المتقدمين المتقدمين متى معيدها إن شاء الله أرسلك هبل لقامك قبل لقامتبعك أول ما توصل البيت لا ترسله اشتك الدوشة معقول مثلا خمسين استخدام تمام مش عالف ايش انسى هذا الموضوع لانه هو اول ما يستلم المشروع سيبدأ يبحث عن تفاصيله لا ترسله انته بالتفاصيل فهذه غلطتنا سابقا اننا افتح مجموعة وارسل مبعدين تقارب على ذكرا المنسبة اللي ارسلناها والله ما قررناها كلها تذكر؟ صحيح صحيح تذكروا كنا انا اخذ راس كلاس الناس خلاصة لحين انت تشتينها بيعلك حبصابهم صحيح لازم احفظ هذا كل عرشان بيحفظه الناس يتفشوا من القراءة يتفشوا فلما ترسلوا لنا متلاقوها حين نغادر حين نعمل لك بلوق حين ما بيغادر حين نعمل لك بلوق بصدوا الموضوع سهل الموضوع من الناس وانتذكر دائما انك في سوبر ماركت واننا احنا مستحركين لعمال ونوطفين احنا لما ندخل ال سوبر ماركت لما ندخل ال سوبر ماركت دائما نشهر العربانة واننا قائدت الطلبات واننا نتفرض نلوف نأخذ الصابون وقهوة وشاي وطلعنا حاسبنا وشينا بنسأل الباع هذا الصابون من صناعه من مؤسسه ومتعرف كامل الشركة ما راح يجاوبك لا لا احيانا بيكون في منتق قديد واننا نتعرف على عرض وانتأخذ واحد وقهوة وانتأخذ وانتقذك هل يقول لك من صرعه أو في صنعه أو تاريخ ميلاده أو الدكتور حقه أو قرامانيوم عوضه أو التركيب حقه هناك شيء يمكن أن نضعه في كل السوبر ماركت وخصوصا السوبر ماركت وانتأخذ بالمجد عندما يكون معهم عرض قديد ديما عندما يكون معهم عرض جديد أين يخطه؟ أين يخطه؟ في المقدم أرباع نفسه يطرحوا قديد أو يطرحوا قديد يطرح العرض القديد لأبحانا في مدى أنتقذت في حاسب وخصوصا تقديد على مجدد فائم الصناعي ماركت قال بيك على قديد ما فلا ترينوا انتقعوا البيع ويجرسي يخطه على المنتج لكي تشتري لأنه شيء جديد هل تشتري؟ لماذا؟ صارت معاكم؟ صارت معاكم؟ صارت معاكم انه صاحب البقاء لا تقصر صاحب البقاء اللي جنب البيت يكون معاه على منتج جديد وهو جانق هذا المنتج بصر على حلاء بصر على صنحة شوف المنتج يكتر فيه انت بمتشتري ان شاء الله ان شاء الله بنرقي على المرة ثانية كم الحساب؟ الأول صارت او لم صارت؟ لذلك كل معروض دائما باير فلنقدمش فكرة دي اكسين بشرح تفصيلي كبير الليه قدامه سيخاف سيجي شك نفسك انه الديكتور لي انهم ما تكترش في التفاصيل ما تبخش في التفاصيل؟ التفاصيل اللي متى؟ متى التفاصيل؟ من سؤاله؟ لما يسأل اول ما يسجل هو يريد يعرف تفاصيل المشروع اذا هو اللي سيتعلم بنفسه سيروح يبحث بلسان وهو الى اخرى حتى لو لاقى مثلا منشور على الطائر لاقى منشور فلان استخدم منتجات دي اكسين وتحسن عنده مش عارف ايش هو وحي بهذا يسأل فلوة متروح يشتعالج الناس انت مش دكتور انتبه كثير الناس حصلت معهم مصائب وماتت شبكات بسبب هذا الموضوع الناس بلتق فيك وفي مريض مثلا في الحارة او في الحي عندك عنده كانسر او سرطان او سكر او او الاخر وقد راح المانيا وراح انهيند وراح مش عارف ايش وعنده فشل كلام عنده وراح تعلم انت من طيب نيتك انت عندك نية طيبة انه تتحسن صحتك وانه المنتجات هذي بتفيد بس انت مش خبيل ولا دكتور لكن انت تنعت انه دي اكسين اذا اخذ المنتجات هذي مش عارف ايش صعب لا لا ويمكن يكون عندك تجربة الاشياء الدقيقة المهمة الان احنا اقول على ما تصف فيها ارباح هالشركة مئة في المئة بيبطلها تصف في ارباح مئة في المئة من الباقي فبتعطي منها خمسة عشر في المئة فلاحظوا اول حاجة انت هنا وقين نجل تحتك جيل وقين نجل صح كم بتاخذ منه من مجموع مبيعات فريقه خمسة في المئة كم بيبقى للشركة خمسة و تسعين خمسة و تسعين انت مشت بعدين طيب لما ترطي هنا كم اربعة في المئة كم بيبقى للشركة من الوقوف واحد ستة و تسعين ستة و تسعين في المئة ركزوا على الهرقام هذي مهمة جدا لما اعطي هنا ثلاثة في المئة سبعة و تسعين لما اعطي هنا كرين في المئة كم بيبقى تمانية و تسعين طيب هنا لما اعطي واحد في المئة تسعة و تسعين وتلاحظوا حاجة واحدة ان هذا القين الخامس بس لماذا هذا القين الخامس بالمئة 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 كم طارحة لماذا تقين الخامس بجداد بس بنحص نقطة حم اشتركوا في القناة 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 بدأت تظهر يعني من كل جيل مهما كان عدده نحن نأخذ خمسة عشر في المئة وصلت يعني إذا كان هنا في ألف جيل هذا منهم ألف إذا ستأخذ منهم أربعة في المئة أو خمسة عشر في المئة أو ثلاثة في المئة وإذا ستأخذ خمسة عشر في المئة فقط سيبقل الشركة خمسة ثمانية من علاوة التطوير中 الأخيرا نعم مثلا يقول له ما أدخل الشركة إذا سيبقل الشركة خمسة ثمانية ما زالت ربحانه نحن صادق الله رحبته كيف لما تتعملوا من خطة تجوية ممتعة أنا جالسة أقلسة ستبتها كذا وبديت تفصلها للناس بطريقة هل تعالية تفصلها بطريقة عشان تعرف من أين يأتي المال هل هو حلال أم لا حب لكي نفصل في الحلال والحرام موضوع في الحلال والحرام هذا يجب أن نفصله هل أنا أخذتها في الشركة الشركة ستعطينا عشان سواد عيوني؟ لا هي تعطينا مقابل قهد ومال أنت بتدري المال الآن في تحريك سيارتك أنت بتخسر بازيل في الاتصال بالتلفونك أنت بتخسر رسيل في سفرك لبعض المدن الأخرى أنت بتخسر رضوك فلوس ومال ويقال مندق وهو وإلى آخرين من أجل الترويق لمنتقات الشركة ومعات الشركة هذه وقودة الشركة وهو وإلى آخرين من أجل الحصول عليه؟ على ما؟ إذا أنت بتأخذ قهدك مقابل المال كمدير التسويق بس مستقد من البيت مش مدير التسويق والترويق حق الشركات يستمروا واتب ومكافأة على إيش؟ مقابل إيش؟ مقابل قهد الترويق لهذه الشركة والترويق المنتقات إذا أنت بتأخذ نفس الفلوس بسلطة لكها مختلفة وصلت الفكرة؟ طيب كان والبرجس حمساً دس مباشرة من هنا لا تحت؟ أقليلا؟ لا من هنا لا ما شاء تعقصان في أمراه ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ المعباب أنا أتكد دعونا نرى هذا بعد الوكيد عند الوكيد وصلنا إلى الوكيد إلى مقابل أربعة ومترين شريف الآن ما هي الصعودة إلى الرتور برد هذه ليست مهاجة هذه أرضه عشان شركة شروط الصعود عشان تسعد روطة ثانية بقل 25% لازم واحد من فريقه يوصى ليش وكين نجم يعناته كم رصيله أربعة ألف وخمس مئة مئة حققها في شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو سنة أهم شي يوصى الوكين نجم مؤهل مؤهل إذا مؤهل هتطلع 27% وش مؤهل إذا وصل الثاني وكين نجم أربعة وخمس مئة نقطة ستطلع 29% وصل الثالث وكين نجم ستطلع 31% تركجوا الآن على الواحد ثلاثين في المئة نتطرد أن هذا فاكر وصل الآن واحد ثلاثين في المئة عبد الرحمن وينه وكين نجم يعني ممكن اللي جاء يعني ممكن فهد يطلع إلى رتبة أكبر من إشي لأننا اقترض أن عبد الرحمن مؤهد عبد الرحمن مؤهد عبد الرحمن 27% الآن فهد كم؟ واحد ثلاثين لماذا؟ لأن فريق عبد الرحمن أنقح من فريق فهد أنقح من فريق فهد هذا زبائن فهد ففريق فهد وصل إلى براته بعليا عبد الرحمن مؤهد لواحد فقط في فريقه اللي وصل إلى رتبة طيب الآن لك يزع على فريق واحد ثلاثين في المئة صح؟ معه خطوط غير هذو الثلاثة الوكلة نظوم تذكره الارفع وارفعين إذا مشغالي كل واحد يعمل مئة نقطة كم فهرق النسبات؟ عرفتم الآن مفندقي البالي عرفتم مفندقي الفلوس لنفترض أن هذا حقق النقاط حقه إذن سيستلم كم الفارق؟ من هنا سيستلم كم؟ من هنا كم سيستلم؟ إذن سيستلم كم؟ 31% لنفترض أن هذا تسعة في المئة بقية الارفع وارفعين لسي شغالي هذا تسعة في المئة كم الفارق؟ لنفترض أن هذا الشهر قابع عشرين قديد القديد كم سيستلم؟ القديد كم سيربح الشركة؟ واحد ثلاثة كم الفارق؟ 25% سيستلم من هنا؟ كم سيبقى للشركة؟ نحن فرح ربحنا تقصدisa واحد ثلاثة و إذن يutilيين تقصدها تقصدها ذهب المفترض lasts wtedy خلال جدا ٢١٪ ٥١٦ ١٢١ ١٣١ ٢١٢ ١٠- ١٠ ١٠٠ ١٠٪ ١٠٢ ١٠٠ ١١ سوف تأخذ فوقيون من وفقيا سوف تتكلم عن الوفقيا إضافة على وتطوير على وتطوير لا تأخذ من نجم على وتطوير سوف تأخذ من النجم ومن مجموعة المبيعات الأشخاص التي تحتوها عندما يكون رصيد 5ال تأخذ 5القم ومن قيمة الإسفاحات تأخذ 5القم نعم ما سؤال كيف هذا؟ على التطوير أخذ منه 5% ما هو الشخص نصر؟ من المجموعة النقمية مثلا هذا 5% تمام هو وكيل نقم واحد مثلا عنده مئة نقطة تمام منها مشبك منها مشبك تطوير منها مشبك مجموعة النقمية غير النقوم مثلا معها خمسة ألف نقطة تمام فرق النسف تمام نقاته كم؟ المجموعة النقاطية خمسة ألف سلام عليكم منها خمسة ألف من فرق من أكثر مثلا تقريبا بغربة كمسة ألف فرق النقاطية لا تبقى اركز في أرباح قد صفيته أنت جديدك اللي بوقع قد أخذ منك الثنين في المئة أو الستة في المئة وقعد منك العمولات أكثر أداء ما تبقى يصفى مرة ثانية مئة في المئة تأخذ من المئة في المئة دائماً كده العملية كده هامش الهامش ماذا؟ همتش يا عبد السلام؟ أنا أنا بيسألك سؤال من هو في همام أو ما في همام؟ أنا بالإيطالة في همتة بس بالعرب ما هم مقصود عن ألاوة الخارج؟ الأداء 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 أيوه على ما أصلنا لذا نصل الآن أنا معي 400% أنا أعمى 300 ألف أعمى، 100 ألف ريال هي أرباح الخارج أعطيتكم منها ليس فارق الأداء السبب وصري لها 6% أصبح كان معي 940 هذه ناحية تتحول إلى 100% أعطيكم ما أعطيتهم السبب هم أصبحت دائماً لذهب تتحوّل إلى 100% حولها إلى ما فيها مئة لأنه لو قلس ستحسوبها لك بالطريقة حقك سأفلس الطريقة التي تفكر فيها الشركة سأفلس لو قلس كل ما نقص و أعطي 500 سيكون الحكم 4 لابد أن يكون الحكم 4 لكي تفضلي صافياً هذه معقدة لكن هذه ما تدخل في التفاصيل حدثهم أنا معدى سابا حمص معدى مسكخطاً خابصاً بالرياضة نرقع مرة ثانية لكي أطلع فوق لكي أطلع فوق لكي أطلع نقم أخر صح؟ لو طلع هذا الرابع أنا أطلع كم؟ 33 لو طلع الخامس 35 لو طلع السادس 37 طيب أنا الآن منتبة الأمان التي يسموها نقم نقم إيش؟ نقم مازم نقم مازم أمور دي كم؟ 33 37 35 خمسة عشر في المئة اللي هي؟ خيارة على والتطوير أي خمسة عشر في المئة إذا جاءوا ماسين حاقودها مش من أول يوم خمسة عشر في المئة على وث القيادة إذا في ماسين حاقودها اللي هي خمسة عشر في المئة خمسة عشر في المئة آموة كم شركة الأرباح الشركة هذه الكثيرى يتكلمون أن 트� REPM 내 marketing يفهم في المئة فيYa كله ماسين كم مبيع الدولار خمسة العشر في هذا الشهر مبيعاتها مليون دولار أنت كماسي كم حق مبيعتك في هذا المليون دولار حققت 50 ألف دولار حققت 100 ألف دولار حققت 100 ألف دولار أوكي تضرب النسفة بما حققته أنت كم ساحبت في هذه الأرباح تعطى 2% من 2% هي من حق الشركة نتصفي حساباتك كامل كامل لا لا، خمسة لا sí عندما تصفي حساباتك سأصافي أرباح 100% عندما تصفي الحسابات، ت Huang عزيز سأصاب، تقع 10% لنفس الشركة أحدirit 돌ال أي فقط بس شركة من 100% من صافي الأرباح تخصص 2% هذه زيادة مكافأة أخرى. تخصصها لمن؟ للنجوم المازين. بالتساوي؟ لا. كم حقمك أنت كماسي في صافي الأرباح هذه؟ كم حقمك؟ يعني إيش أنت ساهمت فيه بو؟ اللاين كله. أنت كماسي أنت بقموع المازية حقا. لي على أساس أنت أحقا. كم مقموع المبيعات؟ 50 ألف دولار؟ 100 ألف دولار؟ مبيعات ولا مقاب؟ مبيعات فلوس. أنت تسلمها فلوس. لقد تأخذ النجوم المازية حقا 2500. حقا 2500. هذه الداخلة فيها. لا 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 لا. هذه مشاركة أرباح أرباح. دي جي بي؟ دي جي بي. المجموعة المازية. دي جي بي. دي جي بي. كم ساهمت في هذا الموضوع؟ في هامش الريح النهائي؟ كم باقي؟ ويضرب 3% إلى جيل كم؟ كماسي. أنا الآن ماسي. وخمسة أشياء عندي كم ماسية. لا كل ماسي لحد. لا أنت ماسي. هذا ما نشعر. أنا أتكلم. أنا ربح واحد. شاكت أرباح. أستاذ فؤاد. أنا حاولت أحسب هذه النقطة. بس لقد قلت أن المبلغ أثبر. لكن الآن في شرحك هذا أنا طلع مع أي شيء. يا سلام علي. يعني بعد ما يعطى الماسي اللي يفوض منك. ياخد حقه. حقه. يصفي. 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 تطلع من الصافي هذا. كل واحد حاله دي جي بي في حقه. صافي صافي. يصفي حقه الماسي اللي تحتك. ينفصل. 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 أنت بحقق بس. يحقق أيضا بعد ما يفوق منك. بعد ما يأخذ حب. أخذ حب. أخذ حب. الصافي فقط يقصب. من الصافي حق الشركة. من الصافي حق الشركة. موش حقك. هم أعطوك يا عفل تلقياد. لأنه حسبتها بالطريقة الحسبة العادية حق الشركة. يطلع أكثر. تسeremi 2000 المحرووض؛ متين أرم دول Guerrerees. حسنا. number بضغطه غالب. لاحظوا الناسي إذا لم تؤهل. لاحظوا أيضا المهاسي. لو لم تأهلها. إنVO مهاسمي angry. أول سنتقت فقط. 2% 20% 15% 15% ولكنhood لعنها من السؤال المقادر واحد وشيرين واحد وشيرين واحد وشيرين عشان كده لازم الناس اللي تجيبهم يكونوا نسخة طب خلاصة لنا تي 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 زي ما رحكت زي ما رحكت بنجاح الشركة فلوسي انا كله من المات اللي تحت ميت..مش من فلوسك من الشركة فلوسك من الشركة بس عالصدومي يقوله شيف تيمين يقوله مصدومي يا حبيب bear with no teacher في الجلس تزيكن تصوينا نائا خبيبي كم خطة تسويقية مرت عليها من الم seguinte الخطة الأول عصات الكربون akt示 فقط فقط كمateurs المترجم للقناة 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 العرب المترجم للقناة 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 لايجاً خلق امانته ونتك هذا الوكيد سيطسسوا الصفرة ويشرحوا الابتس هذا مشروع وما هو مشروع بالتفكير لأنه عدوية السلام وما هو عدوية السلام لا تعمل حتى معكم ولكن لانتك ومائز به أستطيع أن نسخ نفسه أنت نسخة لا يجب أن تكون نسخة من الدكتور اللي أنت تحتاج ملايين الأشخاص لكي يعرفوا منطقاتك إذا أنت تحتاج لعدد من الموزعين المحترفين في بديك تركب عمولة السفير أقل عمولة وصلت لا لا أتحدث عن هذا الموضوع لأنه قال لها الأستاذ محمود لأنه حسبها إلى أكبر السفير 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 مئة وربعة عشر دولار مئة وربعة عشر دولار نعمة نعمة وصلوا الناس إلى خمسين ألف اليوم وعادهم موزر السفراء في الوطن العربي إذا هذا الموضوع نعمل على السفير بزراعة مية خط بهدف السفير يكون هدفهم السفير لأنه يعلمهم يكونوا معسين لأنه يعلمهم يكونوا سفراء سفراء أشوفكم سفراء كميران أي سؤال استثارنا أحسن الله إليك وكتب لك الأجر أحسن الله إليك الله يفتح عليك يا أستاذ وقالوا إنه أصبح الماسيين الآن يصلوا بسماء أنت محتاج عشرين أعمل العالميا أكتبوا بالمسل أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا هنما إليه وأستفيد جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا هنما إليه وأستفيد جلالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأبرم واحتسبا بأم وأب فاضى علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجالا